الحمد لله ما يغيظ الملحدين والعلمانيين في العالم الإسلامي من رمضان أن تكتظ المساجد حتى يصلي الناس في بلادنا في الشوارع في الدار البيضاء في مراكش ويصلي وشكون أئمة أطفال يا الله يقرؤون القرآن قراءة ملائكية ما هذه الأصوات الطيبة التي تعيد إلى هذا الوجه وجه المغرب تعيد له رونقة تعيد له صفاء تربط حاضر هذا البلد بماضيه المشرق تربط حاضره بمستقبله الواعد أن المستقبل للقرآن لمغاربة دائما سونامي انتع الفوز دي المباريات في التبر بالقرآن ومن هذا المنطلق حي شكوين هو إلياس المهياوي دي الوجهة وحييه فقد حصل على الرتبة الأولى أيضا في إفريقيا للمرة الثانية انظروا إلى جبال المغرب إلى حافظات كتاب الله والله إن هذا يغيظهم وكلما يقول القرآن بزاف كلما يقل تأثير الصحارة والمشعوذين والملحيدين لأنه بغي ما يبقاش القرآن لكي يفعلوا في هذه الأمة ما يشاء لأن حصنها ينبغي أن يخرج منه حتى يكون عرضة لكل عدوان لكن لما يقرأ المغاربة القرآن ويطلى في الشوارع وتروح أنواره في الفضاء كله فإن الشياطين المصفضة أصلا تقهر هذا شيء عجيب ولذلك واحد السيد قال لهم فين كنت العام كامل عمرتوا علينا الجوامع قلت الدرون لأ القذار اشكاوا لأخرين ويوسفوني القرآن اللي كي يجي منع الناس يمنعون من الصلاة فاش شتريك في الدرب قلعوذك الشين هلاش هلاش هذا كله في أوروبا يا صاحبي لا نريد أن نرى هذه المسائل هلاش 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 لماذا هلاش شوفوا المسجد الحسن الثاني مفخرة مفخرة في العالم الغزاب لله يطور العمر دياله شوفوا القراء الجهابذة الأصوات شوفوا في مراكش النابولسي أستاذ القراءات العيون الكوشي انظروا إلى المغاربة الآن يقرأوا القرآن في العالم في الكويت في الإمارات ألمانيا أوروبا أمريكا المغاربة يا أمون الناس في العالم أنتما إما في القرآن في العالم في العالم المغرب بذا حق له أن يفتخر بلد القرآن بلد السنة بلد الأولياء بلد العلماء رمضان يفرز هذا الوجه الطيب الذي هم هالطفان تعالقرآن طفان القرآن يزيل بعمواجه العاطية خبث كل النظريات الفسدة التي تريد أن تحرف مصار هذا البال أنت اللي كتقول لي فين كنتو العام كيش فين كنتو العام كانوا كنا غافلين أسيدي في العام أسيدي كنا غافلين أسيدي في العام جابنا طفان رمضان جابنا من إنسي درب يغلق الأبوة من تانيران وفتح أبوة من جينان وصفض مرضات الجان ونادى أبو نادي من قبل الله يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقصر ورح نسمعنا ورح نقول لنا للجامعة أيغيظكم هذا حتى تقول هالكلام هذا كلام يقوله المسلمين فين كنتو جيتوا تعمروا علينا الأخور فين كنتو ماشتوش انتم والمهران جانات من يديروا يبلعوا يبلعوا كل شيء الطرقوان والأصوات المزعجة أنا موغلش نعلق على قضية خفضة خفضة موغلش نقول خليها بسطورة ولكنو وهذو كنتو من المهرجانات وهذيك الكورة وذلك الشيلي كي يدير انتع الضرب دي الممتلكات العامة وانتع الصيارات وانتع الصورة وانتع الزقاء وانتع واحد المجتمعات واجتجمعات فيها فيها الاختيلات وفيها العري وفيها القرقوبة وفيها كذا هذا شيء موغلش نعادروا لها البوليس الله يحسن نعاونهم الله يحسن نعاونهم فهذا المهرجانات شو من الجمع يمشون الناس منتظمين عليهم السكين والوقار ليسمعوا كلام الله يتلوه أحد العباد الأخيار القرآن يا صاحبي البلاد منتع القرآن ما تقول له شفين كنتو هتستهزئ كنت غافل والآن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أصابني نور من قبس رحمة الله في القلب فردني إليه ردني أنا بيبغي ردني تعرفوا شحن واحد فرمضان غد يهددي بإذن الله يولي الطريق وشحن واحد رمضان هو فرصة ولذلك أقول لهذا السيد اللي كيقول هذا اللي سكسني هذا السؤال اللي كيقول انتو ما فين كنتو حتى اليوم وبنتو يا الله احنا بعدها جاء رمضان وبننا وانتو ما فاشرك وتبانو فاش فاش رك وتبانو فاش التقوى اللي هي مقاصد الصيام واسموه التقوى أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك فيما نهاك احنا انتو ما فين فين انتو ترى حيث نهاك زيد ويفتقدك حيث أمرك احنا لا احنا جاء برب جمع نريد أن يرانا الله هناك حتى قلن بيصلاع سفر رمضان أروا الله فيه من أنفسكم خيرا أروا الله في رمضان أنكم في المكان الذي يحب تتواجدون والمكان الذي يرغض تختفون صلى الله على حبيبنا آخر آخر تعليق